دعنا بحراتكم مرة أخرى زي ما تركوا كده قبل الفاصل الهواري بيقول لي في الفاصل في صفقات كتير تعاوني اسمع الهواري في صفقاته الكتير في نادي الزمارك في الصفقات الكتير طيب مبدأين كده خلينا بس نتكلم في نقطة مهمة إن خروطة الصفقات في زمالك بتتغير يعني يبتتغير الزمالك لو جيت من شهر فات تسأل مثلا أي مسؤول تقول له أنتوا هتجيبوا إيه قلت مش أهل من 10-12 رعيب إحنا ما عندناش فرقة إحنا صح إحنا الدنيا بايزة معنا فإحنا نجيب مسحنا 10-12 رعيب وبالتالي إن الزمالك خلال الشهرين 3 اللي فاته مضى نص الدوري تمام الفترة اللي فاتت الزمالك قدر ياخد كاس مصر الزمالك قدر أنه هو يحط رجله أنه هو يحافظ علاقة بالدوري فبدأ لا أنا عندي فرقة محتاجة تدعيمات فبعد ما كان الاتجاه أن أنا هدوم مسحنا 10-12 رعيب لا خلينا أقول لك أن الزمالك دلوقتي من 6-8 لعيبة بس منهم 3 أفارقة طيب الزمالك بيفكر إزاي الزمالك هيضم من 6-8 لعيبة منهم 3 أفارقة لإن خلاص الإبقاء على المسلوسي والإبقاء على سيف الجزيرة طيب التلاتة الأفارقة دول هل تحددوا؟ لا ما تحددوش لكن تم الاستقرار على مركزهم الزمالك هيضم لعيب خطه نصف أفريقي يقدر يلعب 6-8 مع العلم أن فرجاني ساسي أحد المرشحين لكن ما حصلش مع اتفاق فالزمالك الرغبة مش هجيب بس لعيب أفريقي يقدر يلعب 6 أو يلعب 3 أنا عندي لعيب يقدر يلعب 6 أو 8 وهجيبه نجين ده طبعا تغير لأن الزمالك كان عايز يجيب مهاجم أفريقي ومضى جون إبوكا أو اتفق مع جون إبوكا طيب الزمالك صرف النظر عن جون إبوكا وصرف النظر عن هو يجيب مهاجم أفريقي وهيجيبه نجين طيب من فيوتشر ومن نادي برامنز والأقرب طبعا لو هي جوة مصر هيبقى برامنز مع العروض الخارجية اللي عنده طيب الزمالك رايح فين الزمالك طبعا الكل عارف أن حراس المرمى الزمالك عايز حارس أقرب حارس للزمالك هو محمد بسام لأنه أنهى كل حاجة طيب الزمالك برضو بدأ يفكر في حتة حراس المرمى دي أن أنا هجيب بسام مين اللي هينافس لا أنا هبدأ بقى أشوف حارس يقدر يقعد عددكة لمحمد عواد محمد صبحي موقفه إيه في الليلة دي كل قال إن فارقه هيفعل بند حتى الآن فارقه مفعلش بند شراء محمد صبحي دي معلومة أنا متأكد منها ومسؤول الفارقه كان معي على تليفون وقال لي إحنا مستنين لآخر الموسم بالظبط ليه بقى مستنين لآخر الموسم أنا معي العبد البند الشراء يحق الفارقه وتفعيله لمدة سبعة يام بعد الموسم يعني الموسم يخلص عندك تلاتين تمانين أنت معك اليوم ستة تسعة أو سبعة تسعة تقدر تفعل فمعهم فرصة فاهم وبعدين أنا كلمت مسؤول في فارقه وقال لي أحسب ميزانيتي وحسب أموري واشوف هقدر أعمل إيه لأن الحارس واقف عليهم بـ 25 مليون جنيه الزمالك كلم محمد صبحي وقالوا له عايزينك تبقى موجود معنا أنت كده كده العيب بتاعنا وبتاع فارقه مش هيفعل البند وإنت ترجع لنا حمد صبحي قال لهم هرجع يبقى أنا وعواد هتجيبه حارس كبير وهيبقى منافسة ثلاثية أنا مش معيكم فالزمالك بيحاول أنه هو يرجع محمد صبحي تاني ويكون موجود مع عواد ويكون الاتنين لأن محمد صبحي دلوقتي قدر تقول هو حارس كبير يقدر ينفس مع عواد من تاني؟ عمر كمال عبد الواحد ودي طبعا مفاجأة لأن الكل قال لك في أتشر وكمدا تلات سنة عمر كمال رغبته هي اللي هتحسن موقفه وعمر كمال راجع الزمالك قولا واحدا خلينا نتفقين قولا واحدا اللعب عايز اللعب عايز وبتوصل مع لابة الزمالك وتكلم مع أكتر من حد وهو نفسه رغبته هي اللي هتحسن ده وده اللي شغال عليه الزمالك طيب الزمالك بيتكلم في من تاني؟ عمر السيسي عمر السيسي في اندر نادي طلعها الجيش عمر مضى للزمالك واتفق مع الأهل ومضى في أكتر من نادي لكن عمر عنده قصة كده هحكيها لك عمر في عقد سلاسي ما بين عمر ونادي طلعها الجيش ونادي النجوم لأنه هو كان جاي من نادي النجوم نادي النجوم طرف في الموافقة يعني نادي النجوم لازم وفق على العرض ولازم يكون الناديين موافقين نادي طلعها الجيش ونادي النجوم والفلوس قيمة الصفقة هتتقسم على الناديين فلازم وفق ولازم نادي طلعها الجيش يبيع اللاعب قبل السنة الجاية ده وفقا للبن وفقا للعقد لأن لو ما بعوش هيبقى اللعب من حق النجوم والنجوم هم أصحاب القرار في اللاعب فعمر السيسي موقع للزمالك أو عايز روح للزمالك رغبته والموضوع محسوم طيب خط الدفاع الزمالك شايف أن تقلق حسام عبد المجيد أنا ليه خلاص عندي لعيب كويس لي أجيب عليه مدافع بلغة الكرة ركبه عليه هو اللي موجود وأجيب اللعيب اللي شالني في الموسم أقول له ده أنت عددك حسام عبد المجيد دلوقتي مقعد محمود على عددك فشوية بعد موقعه بعد ما اتفقوا وخلصوا مع أحمد يسين والزناري وأكتر من أحمد أيمن منصور بدأوا شوية أقول لك أستنى على موضوع المدافع أو لا فحتة الدفاع دي هيحسمها في ريران الجناحات الأسماء المرشحة هم أفرق وخلينا أقول لك معلومة مؤكدة من ضمن الأسماء اللي عليها صراع في المركات وهو مصطفى شلبي يستطيع شلبي اتعرض على الزمالك والزمالك رفض التعاقد معي جناح نادي أمبي كان نضم للمنتخب آه يعني الزمالك أنا وفقا للمعلومة المؤكدة كان اسم من ضمن الأسماء المرشحة طيب نادي فيوتشر هل هيكون في تعاون ما بين فيوتشر وما بين الزمالك هيكون في تعاون ما بين الزمالك وما بين فيوتشر والنادي الأهلي بيرغب أيضا خلينا برضو نقول حتة من الكواليس إن النادي الأهلي اتكلم مع إدارة نادي فيوتشر إن هم عايزين مهند لشين من نادي فيوتشر نادي فيوتشر متمسك بوجود مهند لدرجة إن الأهلي قل لمسؤولي فيوتشر لو أنتم مش هتدون العيبة من عندكم رجع لي اللعيبة المعارين بتوعي وما فيش أعراض تطلعها لنادي فيوتشر طيب هل هي العلاقة مع الزمالك لو علاقة مع الزمالك جيدة ممكن يكون فيه كلام في صفقات آه ممكن يكون فيه كلام في صفقات خلال الفترة الجامعة بين الزمالك وما بين فيوتشر